السلام عليكم اليوم إن شاء الله سوف أريكم طريقة إنشاء الكتب ذات المحتوى بمعنى الكتب المقرؤة إيبوك على منصة أمازون كده من الصفر ودون أي خبرة إن شاء الله ما عليك سوى اتباع الخطوات التي سأريها لك في هذا الفيديو وسوف تقوم بإنشاء أول كتاب لك إيبوك على منصة أمازون إذن المحاور التي سنتحدث عليها في هذا الفيديو والتي سأقوم بشرحها لكم بالتفصيل الممل هي كيف أأتي بمصدر مجاني لإعادة بيع الكتب دون حقوق الملكية ثم طريقة إعادة صياغة الكتاب ثم طريقة التعديل على الكتاب لأنه رغم أنك سوف تأتي بهذا الكتاب بدون حقوق الملكية إلا أنه يجب عليك إضافة لمستك الخاصة على هذا الكتاب ثم طريقة إنشاء غلاف للكتاب وأخيرا طريقة رفعه على منصة أمازون كده بي إذن هذه الخطوات كلها سأقوم بشرحها ما عليك سوى المتابعة وإن شاء الله في آخر الفيديو ستكون قادر على إنشاء كتاب إيبوك خاص بك وستقوم برفعه على منصة أمازون إذن على بركة الله لكن قبل البداية لا تنسوا إخواني مشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وكذلك إن كنت لم تشترك من قبل في القناة فما عليك سوى الاشتراك بالضغط على اشتراك ثم تفعيل الجرس حتى تصلك الفيديوهات الخاصة بقناتنا أول بأول إذن على بركة الله سأريكم الشرح الآن إذن هذا هو الموقع الذي سوف نتمكن من تحميل الكتب التي نريد بها على منصة أمازون سأقوم برفع العنوان الخاص بهذا الموقع في وصف هذا الفيديو يجب عليكم أن تقوموا بالتسجيل معلومات يمكن أن تكون وهمية أو معلوماتكم الحقيقية ليس هناك أي مشكلة ثم بعدها الانتهاء من من هذه البيانات نقوم بالدخول ثم هنا تظهر لنا هذه الوجهة نقوم بالضغط على هذا الرابط هنا بعدها login من جديد إذن نقوم بالدخول من هنا free member download يعني الخطة المجانية ثم أختار إحدى العنوان أتي ثم أدخل إلى هذا العنوان هنا سوف تظهر لي العديد من الكتب سوف أقوم باختيار واحدة منها لكن قبل الاختيار إخواني حاولوا أن تطبقوا الخطة التي قمت بشرحها سابقا عن طريقة اختيار النيتشات المربحة فسأقوم بنسخ هذا العنوان ثم أدهاب إلى أمازون ثم أقوم بالبحث على أمازون هل فعلا هذا الكتاب عليه إقبال في منصة أمازون ثم إن تحققت الشروط فسوف أقوم بتحميله وبداية العمل لكن حتى لا أطيل الفيديو فطريقة البحث عن هل هذا النيتش عليه بحث كبير في منصة أمازون فقمت بشرح هذا الفيديو سابقا سأقوم كذلك بوضعي الرابط الخاص به في وصف هذا الفيديو يمكنك مراجعة الطريقة أخي الكريم ثم بعدها إذا انت حققت الآن الشروط أقوم بتحميل هذا الكتاب من هذا الرابط ثم بعدها أذهب إلى الملف أقوم بفكه من هنا اكسترير الفيشي ثم بعدها نقوم بالدخول إذن هنا لدينا هذا الكتاب الذي قمنا بتحميله في صيغة أوديو ثم هنا كذلك لدينا الليسانس ودائما إخواني عند تحميل أي كتاب قموا بالاطلاع على هذا الليسانس يعني على شروط استخدام هذا الكتاب ولمن يحق استخدام هذا الكتاب فهو باللغة الإنجليزية حتى إن لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية فلا عذر لك أخي فسوف تقوم بنسخ هذا المحتوى ثم تقوم بالذهاب إلى جوجل ترادكسيون ثم تنسخه هنا إذن هذا هو الشرح لهذه الكلمات فهذا الترخيص يبين لنا شروط وأحكام حقوق إعادة هذا البيع فيمكننا فعلا بيع هذا الكتاب ويمكننا كذلك استخدامه في الاستخدامات الشخصية يمكننا نقل حقوق الاستخدام يمكننا نقل حقوق إعادة البيع يعني جميع الحقوق هنا متوفرة لنا حتى نتمكن من الاشتغال على هذا الكتاب بدون أي مشكل وحتى لا نخاف على حسابنا في أمازون كي دي بي من أي انضار أو إغلاق لقدر الله إذن هنا أقوم بالعودة إلى الكتاب ثم أقوم بالدخول لمشاهدة محتوى هذا الكتاب فهو بصيغة PDF إذن المحتوى أو content هو على الشكل الآتي يجب علي التعديل عليه حتى لو كانت ليست علي حقوق الملكية لأن هذا التفرد بين كل كاتب وآخر هو الذي يمنح للمشتري اختيار الأنسب له كلما عدلت على الكتاب وظهر بصيغة جميلة فهو سوف يلاقي العديد من المشتري إذن الآن لدينا صيغة PDF سنقوم بتحويلها إلى صيغة PowerPoint حتى نتمكن من التعديل على هذا المحتوى أذهب إلى Google ثم أقوم بكتابة PDF to PPT الصيغة الرسمية لPowerPoint بعدها سوف يظهر لي العديد من المواقع سأختار الموقع الأول ثم هنا ستظهر لي الوجهة على الشكل الآتي بعدها أقوم بالذهاب إلى الملف PDF أقوم بتحميله في الموقع بعدها هنا أقوم بتحميله من هذه الأيقونة إذن هنا الكتاب جاهز لأقوم بالتعديل عليه في الPowerPoint أقوم بالذهاب والدخول إلى المجلد إذن ها هو لدي الآن إذن إخواني رغم أن الكتاب لا يحتوي على حقوق الملكية إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتحميل الكتاب كذلك من هذا الموقع لكن يقومون بالتبليغ على أي شخص قام بتحميله وراءهم يعني في تاريخ جديد حتى تتسنى لهم الربح لوحدهم ونحن لتجنب هذا النوع من الأشخاص المرضى فسوف أريكم طريقة تجنب هذا المشكل فسأريكم هذا الموقع الجميل الذي يتيح لنا طريقة إعادة صياغة المحتوى الخاص بالكتاب فمثلا عند الدخول إلى الموقع يتيح لنا ألفين كلمة يمكننا إعادة صياغتها بالمجان إذن هنا أقوم بوضع النص الخاص بي أعود إلى الPowerPoint أأخذ مثلا هذه الفقرة ويمكنكم تطبيق هذا على باقي الفقرات الأخرى ثم أعود هنا لسق للفقرة هنا أقوم بالتصحيح فلدي أكستنشن تقوم بتصحيح الكلمات التي تبدو خاطئة إذن الأكستنشن ها هي ها هنا ما عليكم سوى نسخ اسم هذه الأكستنشن ثم الذهاب إلى جوجل تضعنا إكستنشن والإسم بعدها سوف تقوم بتاتبيتها على جوجل كروم وهي تقوم بعملها مباشرة بعد ذلك أقوم بالذهب إلى هذه الأيقونة لإعادة ضبط صيغة أخرى لهذه الفقرة إذن الآن بعد الانتهاء أقوم بنسخ هذه الفقرة ثم أعود إلى الPowerPoint وأقوم بتغيير الفقرة التي قمت بإعادة الصيغة عليها إذن هكذا سوف تظهر الصفحة الأولى الخاصة بي أقوم بضبطها كذلك حسب المقياس وكذلك حسب نوعية الكتابة حتى يكون الكتاب الخاص بي فريد من نوعه ولا يشابه الكتب الأخرى المرفوعة هناك من سيقوم بإعادة صيغة جميع الفقرات وهناك من سيكتفي بفقرات ويترك فقرات أخرى فلكم ما شئتم إخواني فالمهم أن تقوموا بالتعديل على بعض الفقرات فلا يمكن أن تقوم بتحميل كتاب هكذا كما قمتم بتحميله أولاً إذن بعدها أنا سوف أقوم بإعادة ترتيب هذه الفقرات تغيير الأول مع الثاني والثاني مع الثالث وهكذا دواليك ثم بعدها هنا سأقوم بإنشاء صفحة جديدة فارغة وأقوم بنسخ هذه الفقرة الأولى أقوم بوضعها هنا وهنا سوف أقوم بالتعديل على هذه الفقرة أذهب إلى هذا الموقع بيكساباي الغني عن كل تعريف ثم أقوم بتحميل مثلاً كادر أختار إحدى الكوادر هنا فمثلاً أنا أعجبني هذا إن لم أجد ما هو أحسن فأقوم بتحميله وهنا بعد التحميل أقوم بسحبه إلى البور بوانت ثم ضبطي هنا في هذه الصفحة انتبه أخواني لا يجب أن يلامس الأجنب الجوانب بعدها أقوم بيجعلي كباكجراوند حتى أتمكن من التعديل على هذه الفقرة بكل سهولة بعدها أقوم بضبط الفقرة الخاصة بي إذن هذا تغيير كبير قمنا بإنشائه على هذا الكتاب وهكذا بالنسبة للفقرات الأخرى أقوم بنسخ كل الفقرة في الصفحة حتى لا يكون الكتاب مشابه للكتاب الذي قمت بتحميله ثم بعد الانتهاء وأقوم بحفظ هذا الكتاب على صيغة PDF والآن فهو قابل للتحميل على منصة أمازون وسيظهر بهذا الشكل فأنا قمت بالتعديل على الأولى والثانية فقط حتى لا أطيل في الفيديو وأنتم قموا بتطبيق العملية على جميع الصفحات الأخرى إذن هنا أقوم بالتأكد من قياس هذا الكتاب إذن هنا لدينا القياس بالبيكسل أذهب إلى موقع Canva ثم أذهب إلى Create & Design وهنا Dimension خاصة به أقوم بنسخ الطول والعرض لغلاف الكتاب بعد Create & Design هنا إذن هذا هو القالب الذي سوف أقوم بالاشتغال عليه إذن هنا أخواني أذهب إلى أمازون ثم أقوم بمشاهدة بعض الكتب التي قام المنافسون برفعها حتى أتمكن من نسخ بعض الأفكار التي ستساعدني في تصميم هذا الغلاف الخاص به ثم بعد الانتهاء أقوم بالذهاب إلى موقع Pixabay من جديد أقوم بالبحث عن بعض الصور الخاصة بالأطفال الردع مثلا إذن هذه الصورة تبدو لي مناسبة أقوم بتحميلها بعد الانتهاء أقوم بسحبها إلى موقع Canva أقوم بإعادة ضبط قياسها حتى يتناسب مع القالب وبهذه الطريقة أقوم كذلك بملء الفراغ التي تركته للصورة ثم بعدها أعود إلى نسخ العنوان الخاص بكتابي أقوم باختيار أحد الأشكال هنا التي يوفر لي Canva إذن هذا شكل جيد أقوم بنسخها هنا أقوم بمسح هذا العنوان التانوي وكذلك العنوان التانوي الآخر وأسحبه إلى وسط الصورة وبالنسبة للألوان وكذلك بالنسبة لهذه المعلومات الإضافية فهذا يبقى اختيار خاص بكل شخص فأنا أريكم الطريقة فقط ويمكنكم الإبداع وإنشاء كتب أحسن من هذا الكتاب بألف مرة فأنا فقط أريكم الطريقة إخواني إذن هنا سأضفي بعض اللمسات على خلفية الكتاب حتى لا يظهر الشق العلوي والشق السفلي بأنه مغير للغلاف وبالنسبة لإستعمال فوتوشوب فهو سهل جدا ويوفر لي العديد من أمتيازات وكذلك الوقت وطريقة سهلة جدا ولكوني أعلم بأن معظم المتابعين لا يجدون فوتوشوب وأكثر يستخدم كانوا فأنا أقوم بالشرح بكانوا حتى كذلك يتسنى لهم إنشاء الغلاف الخاص بهم بكل سهلة إذن هذه كلها جزئية يمكنكم اخطيار أي جزء تريدونه المهم الطريقة هي هذه وأنتم يمكنكم الإبداع إخواني بعد الانتهاء أقوم بتحميل الصورة سوف أقوم بتحميلها وأنا ذا تحصلت على غلاف جميل للكتاب الذي سوف أقوم بنشره في أمازون كيديب ولكوني أعلم بأن العديد من المتابعين لا يحب دون هذه النوعية من الفيديوهات الطاولة فسأقتصر على هذا الشق إخواني وفي الفيديو القادم إن شاء الله وهو الجزء الثاني سأريكم طريقة رفع هذا الكتاب في منصة أمازون إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو أي تساؤل أو مشاكل وجهتموها أعليكم سوى طرحها في تعليق خاصة بهذا الفيديو سأقوم بالإجابة عليها ولا تنسوا إخواني مشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال والضغط على زر إعجاب وإن كانت هذه هي أول زر لك أخي أختي للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول